السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم إن شاء الله في هذه الحصة سنتعرف على حكاية جديدة عنوان الحكاية هو عودة الحروف المرجع في رحاب اللغة العربية المستوى الثاني إذن نستمع للحكاية سنتعرف أيضا على عناصر الحكاية وكذلك على البنية السردية للحكاية كان لسلمة كتاب جميل مليء بالحروف والكلمات تقرأ فيه وتتفرج على صوره وتستفيد من حكاياته وذات يوم دخلت سلمة غرفتها فوجدت كتابها المفضلة ملقا على الأرض وصفحاته بيضاء خالية من الحروف والكلمات فسألت ما الذي حدث لك يا صديقي الكتاب وأين ذهبت حروفك وكلماتك أجاب الكتاب وهو حزين وقعت من رف المكتبة فانفتحت دفتاي فهربت حروفي واختفت كلماتي وبقيت وحيدا أنا حزين أعيدك يا صديقي بالبحث عن حروفك وإرجاعها إليك سألت سلمة المقلمة هل رأيت حروف كتابي الجميل؟ لا يا صديقتي كنت مشغولة بترتيب أدواتك بحثت سلمة تحت المكتب فوجدت ممحاتها وسألتها هل رأيت حروف كتابي الجميل؟ لا يا صديقتي كنت مشغولة بالبحث عن قلم الرصاص نظرت سلمة بين رفوف مكتبتها الصغيرة فظهر لها قاموسها فسألت صباح الخير يا صديق القاموس ألم ترى حروف كتابي الجميل؟ أجابها القاموس نعم رأيتها تجري مسرعة وتدخل الحاسوب شكرا لك يا صديقي فتحت سلمة الحاسوب فلمعت الشاشة فإذا الحروف والكلمات تظهر الواحدة بعد الأخرى فقالت لها سلمة ماذا تفعلنا هنا يا حروفي؟ ولماذا تركت كتابك وهربتي؟ أجاب الألف رأس الحروف قائلة لقد هربنا جميعا لأن الأطفال لم يعودوا يهتمون بقراءتنا قالت العين أفوا قالت الغين خنقنا الغبار الذي تراكم فوق الصفحات أسرعت سلمة إلى كتابها فنفضت عنه الغبار وغلفته بغلاف جميل ثم عادت إلى الحروف تطلب منها العودة فقال لها اللام لا نريد العودة إلى رف المكتبة تبسمت سلمة وقالت حسناً أعدك يا حروف العزيزة بأنني سأحمل كتابك إلى مكتبة القسم وهناك سيقرأك جميع أصدقائي وصديقاتي صفقت الحروف ورقصت الكلمات ثم انطلقت مسرورة بالعودة إلى كتابها الذي سينتقل من تلميذة إلى تلميذة ومن تلميذ إلى تلميذ إذن بعد أن استمعتم للحكاية سنتعرف على عناصر الحكاية إذن ما هي شخصيات الحكاية؟ إذن الشخصيات المذكورة في الحكاية لدينا سلمة، الكتاب، المقلمة، المنحات، القاموس ولدينا أيضاً الحروف الآن سنتعرف على الزمان متى وقعت أحداث الحكاية؟ في أي زمان؟ إذن الزمان هو ذات يوم الآن سنتعرف على المكان أين وقعت أحداث الحكاية؟ في أي مكان؟ إذن لدينا الغرفة، المكتب، ولدينا رفوف المكتبة الآن سنتعرف على الأحداث ما هي أحداث الحكاية؟ إذن لدينا دخلت وقعت بحثت هربت نظرت عادت تبسمت إذن لدينا الكثير من الأحداث نكتفي بهذا القدر والآن سنتعرف على البنية السردية للحكاية إذن مقطع الذي يدل على البداية ما هي بداية الحكاية إذن المقطع يبدأ من كان لسلما كتاب جميل إلى تستفيد من حكاياته إذن هذا هو المقطع الذي يدل على البداية الآن سنتعرف على التحول ما هو التحول إذن التحول هو أو المقطع الذي يدل على التحول هو دخلت سلما غرفتها فوجدت كتابها المفضل ملقا على الأرض وصفحاته بيضاء خالية من الحروف والكلمات الآن المشكل المشكل المطروح من خلال الحكاية المشكل هو أو المقطع الذي يدل على المشكل لقد هربنا جميعا لأن الأطفال لم يعودوا يهتمون بقراءتنا خنقنا الغبار الذي ترا كما فوق الصفحات الآن سنتعرف على الحل ما هو حل المشكل من خلال الحكاية إذن المقطع الذي يدل على الحل هو أسرعت سلما إلى كتابها يبدأ من هنا إلى هناك سيقرأك جميع أصدقائي وصديقاتي وأخيرا النهاية المقطع الذي يدل على النهاية هو صفقت الحروف ورقصت الكلمات ثم انطلقت مسرورة بالعودة إلى كتابها أعزاء التلاميذ حصتنا انتهت أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذه الحصة بالتوفيق لكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة